اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وكلنا مع بعض ايد بايد عشان نحاول نخفف من هاي المظاهر والظواهر المنتشرة عندنا واللي بتأدي لتفكك الاسرة والمجتمع والضياع للاطفال والتشتت للنساء والامهات والى ما اخره من نتائج سلبي تأتي هذه الندوة في اطار الشراكة مع المجتمع المحلي في تناول قضايا المجتمع من زوايا مختلفة وهذه القضية التي نتناولها اليوم تتعلق في موضوع هام العنف ضد المرأة المرأة كما تعلم تشكل اكثر من نصف المجتمع الفلسطيني وبالتالي يعني اذا كانت هناك اي اشكالات تعيق تطورها او تعيق دورها في المجتمع وفي الاسرة فان هذا سوف يؤدي الى اضطراب في المجتمع ككله بالتالي سنركز على هذه الناحية تحديدا العنف وما يمكن ان يؤدي الى يعني مشكلات اخرى تؤثر على الاسرة وعلى المجتمع من زوايا مختلفة ما هو دور المؤسسات التربوية ما هو دور الازواج ما هو دور افراد المجتمع اتجاه هذه المثلة تعلم ان الثقافة تلعب دور كبير في هذه القضية وبالتالي كيف يمكن لنا نغير يعني او نعدل في الاتجاهات السالبة او في الثقافة السائدة التي تعزز هذا العنف ضد النساء نحن في جامعة الكدس المفتوحة نقوم بدورنا في تعزيز هذه القضية وفي بحثها واعطائها حقها بحيث انها تصبح قضية مهمة في المجتمع وتتناولها وسائل الاعلام وتؤثر في المجتمع في الجانب العملي دعتنا الجامعة نحضر لقاء عن العنف الواقع ضد النساء من قبل جمعية المرأة العامة الفلسطينية اللي نفذت هذا المشروع عشان نحضر ندوة وفيلم وثائقة عشان عن اسباب العنف والاسباب المؤدي للعنف والحالات اللي بتأدي للعنف وأنواع العنف وخاصة انه في طول كرم يعني أصبحت نسبة العنف كبيرة جدا فنعرف شو أسبابها والأمور اللي أدت الأمور المؤدي للعنف اشتركوا في القناة